أهلاً بكم إذا حابت هاجر إلى ألمانيا بداية 2024 مجاناً من غير ما تدفع دولار واحد هذا الفيديو مهم جداً لك سأقدم لكم اليوم فرصة للتدريب المهني والتبادل الثقافي في ألمانيا عن طريق معهد IFA معهد العلاقات والثقافات الخارجية واسم البرنامج أنت ستشارك فيه Cross Culture Program أو CCP الفرصة هنا يا جماعة ممولة بالكامل كما تشاهدون أمامكم من الموقع الرسمي للمعهد البرنامج يشمل راتب شهري قدره 650 يورو ومعه تغطية تكاليف تذاكر التائرة يعني يدفع لك رسوم تذاكر السفر الإقامة بما فيه السكن والأكل وتذاكر النقل داخل ألمانيا ويشمل تأمين ساحي مع رسوم الفيزا يعني أنت من عملية تقديمك الآن على البرنامج هذا وقبولك ووصولك إلى ألمانيا وبدأ التدريب لنتدفع ولمليم واحد كل شيء مجاني من إقامتك إلى مساريف سفرك حتى أنك ستحصل على راتب شهري قيمته 650 يورو أيضا بدون شروط في اللغة الألمانية بالعكس أنت لما تصل إلى ألمانيا ستحصل على تدريب في تعلم اللغة الألمانية حسنا خلينا نتعرف أكثر على البرنامج ستجد الموقع في صندوق التعليقات البرنامج هذا تم ترحى أول مرة في عام 2005 يعني تقريبا من 18 سنة وتخرج من خلال البرنامج هذا أكثر من 1100 طالب على مستوى العالم البرنامج هذا يستقبل كل سنة عدد معين من الأجانب بالربط من 40 دولة من بينهم تونس الجزائر مصر العراق الأردن ليبيا لبنان ليبيا موريطانيا المغرب فلسطين والسودان يعني أنت حتى تشارك في هذا البرنامج لازم تكون من بين الدول هذه حسنا فهمنا أنه المعاد سيتكافل بكل مصاريفنا ونملك الحق في المشاركة بما أن دولنا موجودة لكن ما الغرض من هذا البرنامج الغرض من البرنامج يا جماعة هو التشجيع على التبادل الثقافي والتعليمي وحقوق الإنسان والاستدامة يعني المعهد أكيد لن يقبل كل الناس من تونس فقط ليه ناس من تونس وناس من الجزائر وناس من المغرب وهكذا يعني أنت إذا تم قبولك وسفرت إلى ألمانيا ستجد معك أجانب من 40 دولة فأنت هنا ستتبادل الثقافات وتتعلم لغات وتتعرف على ناس جدد وستحصل على تدريب في برامج حقوق الإنسان وما إلى ذلك بالنسبة لمدة التدريب ستكون ثلاث أشهر ويبدأ في شهر مايه 2024 يعني إذا تم قبولك في شهر مايه القادم تبدأ تدريبك بعد ثلاث أشهر ينتهي التدريب هل يمكنني البقاء في ألمانيا بعد فترة التدريب؟ يعني أنا تم قبولي وسفرت إلى ألمانيا بعد مدة التدريب هل يمكن أن أبقى في ألمانيا؟ نعم يمكنك البقاء بعد فترة التدريب لكن لازم تغير الفيزا إلى نوع ثاني مثلا تتزوج قدم على معهد أو تنتقل إلى بلد آخر يعني أنت وقتها في ألمانيا وكل الحلول أمامك حسنا تعرفنا على البرنامج ومدده وتكليف لغتها خلينا الآن ننتقل للشروط المطلوبة الشروط يجب أن تتوفر فيك حتى تتمكن من المشاركة في هذا البرنامج أول شرط لازم يكون عمرك 23 سنة فما فوق يعني عمرك حاليا 23 سنة 24 سنة 30 سنة 40 سنة المهم أكثر من 23 سنة ثاني شرط لازم تكون عندك سنتين من الخبرة المهنية في الوظيفة التي تشتغلها أو في عمل تطوعي في بلدك يعني عندك خبرة لمدة سنتين في عملك أو تكون متوع مع أحدى المنظمات في بلدك الشرط الثالث لازم يكون عندك مهارات في اللغة الإنجليزية نطق وكتابة هذا عادي إذا تم قبولك يمكنك تعلم اللغة قبل ما تسفر و14 يجب أن تتمتع بصحة جيدة هذه المتطلبات الأساسية لازم تتوفر فيك يعني أنت إذا تتوفر فيك الشروط هذه فأنت مؤهل للتقديم حسنا خلينا ننتقل لعملية التقديم أنا سأترك لكم الصفحة هذه في صندوق التعليقات أنت لما تدخلها ستجد كل المعلومات لقدمتها لك إذا حابت قدم تضغط هنا على قدم الآن تضغط هنا ستفتح لك هكذا هنا أنت معلي كان اختيار بلدك الجزائر مصر ليبيا المغرب تضغط على بلدك ستفتح لك هكذا تنزل للأسفل وتضغط على قدم الآن وستفتح لك استمارة التقديم أنا ترجمت الصفحة للغة العربية حتى الكل يفهمني أنت أيضا يمكنك ترجمت الصفحة لكن نقطة مهمة لازم تملأ الاستمارة باللغة الإنجليزية كل البيانات تملأها باللغة الإنجليزية حسنا هنا تضع نوع الجنس ذكر أو أنثى العنوان الاسم الأول اسم العائلة أو اللقب الشارع رمز البريدي المدينة والدولة بالنسبة لتاريخ الميلاد إذا أنت فاتح بالهاتف تحول نوع الصفحة للكمبيوتر يعني تجي هنا لثلاث نقاط من بعد تضغط عليه تضع علامة هنا وستصبح الصفحة على شكل كمبيوتر ووقتها لما تضغط على تاريخ الميلاد ستفضح لك هكذا تضع الشهر والسنة واليوم اللي تولدت فيه أنا أنصح بأنك تترك تاريخ الميلاد وتملأ الاستمارة من بعد تحول الصفحة إلى حاسوب وتضع تاريخ ميلادك وتقدم مباشرة حسنا من بعد تضع الجنسية والإيميل الخاص بيك بريدك الإلكتروني ورقم الهاتف هنا خاص بالتعليم والمهنة تضع أعلى مستوى تعليمي ومجال العمل أو التطوع وكم سنة من الخبرة وتكتب تخصصك وهل تشتغل حاليا أو لا هنا خاص باللغة الإنجليزية تحدد مستوى لتجيده هنا الخبرة الدولية يعني إذا سافرت من قبل لأي بلد تضع كم المدة لقذيتها خارج بلدك إذا ما سافرت تضع أول خيار هنا إذا عندك مزيد من اللغات تضع عربية أو فرنسية هنا اللغة الألمانية هذا ليس إجباري خليها كما هي أنت لازم تجيب على أي شيء فوقها النجمة هيري حسنا هنا لازم تجيب على الأسئلة هيري أو السؤال ما هو دفاعك للتقدم للبرنامجيرا تضع أريد تعرف على ثقافات جديدة وما إلى ذلك ما هي المهارات المهنية ومجموعة المعرفة لتريد اكتسابها أنا لا يمكنني أن أقدم لكم إجابات لأن كل واحد فيكم يكتب نفس الإجابات المنظمة ستتفاطن لهذا وبالتالي يتم رفضك كل واحد فيكم يجيب على السؤال حسب معرفته أصلا كلهم أسئلة سهلة وروتينية نقطة مهمة حابة نوضحها لما تنزل الأسول سيطلب منك رفع صورتك الشخصية والسفيل الخاص بيك وهنا يقول لك التوسية الرئيسية نحن مش قلنا في أول الفيديو أنك حتى تقدم على البرنامج لازم تكون عندك خبرة مهنية في عملك أو تكون تتوع حاليا فأنت هنا لازم تجيب خطاب من المنظمة لتتوع معها أو من الشركة اللي تعمل فيها الخطاب هذا يكون يشرح النشاط اللي تقوم به وموافقة بالسفر إلى ألمانيا يعني الشركة أو الشخص اللي تشتغل معه أو الجمعية اللي تتوع فيها تكتب لك خطاب تشرح فيه نوع النشاط اللي تقوم به نوع مهنتك أو نوع نشاطك التتوعي وتقول فيه أنها موافقة وتسمح لك بأنك تسافر إلى ألمانيا حتى تشارك في التدريب هذا لأنه بالمنطق أنت مرتبط بعمل أو تتوع لازم الشركة أو المنظمة توافق بأنك تسافر من بعد ترفع الخطاب هذا هنا وتضع علامة هنا يعني موافقة لشروط وحكيم البرنامج وتقدم طلبك وهكذا أنت تقدمت بشكل رسمي الآن سيسألك إيميل يقولك فيه أننا استلمنا طلبك أنت معليك كان انتظار إيميل ثاني إذا تم قبولك طبعا وقتها ستبدأ في إجراءات الفيزا وكل ما يتعلق بها آخر أجل للتقديم يوم 18 ديسمبر مازال أكثر من شهر على انتهاء التقديم أنت إذا تتوفر فيه كل الشروط والمتطلب يتقدم إن شاء الله ربي وفقك فقط هذا كان كل شيء في فيديو اليوم ستجد كل اللينكات في صندوق التعليقات إن شاء الله نكون وصلت المعلومة بشكل صحيح لا تنسيش تدعمني بلايك ومشاركة الفيديو مع أصحابك والناس يتعرفها مهتمة بالهجرة إلى ألمانيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر